طريق واحد باتجاه الحرية حديث يبدأ به بوريس جونسون بعد أعلان خطته لرفع جميع قيود كورونا في بريطانيا الحكومة البريطانية عرضت خطة بأربع مراحل لتخفيف قيود احتواء كوفيد-19 في أواخر حزيران تبدأ الخطة بإعادة فتح المدارس في الثامن من آذار والمتاجر غير الأساسية اعتبارا من الثاني عشر من نيسان على أمل إنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي الخطة حذرة للغاية سيما في بلد مثل بريطانيا أصيب فيه أكثر من أربعة ملايين شخص يأتي في سياق حديث مرتجف عن خطط العودة التدريجية لحياة طبيعية لكن جونسون الذي قاد بريطانيا إلى أن تكون البلد الأول في العالم في إطلاق حملة تطعيم عام ضد الوباء شدد على إن الخطة لا رجعة فيها ما يمهد لأنباء سارة تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من حملة التطعيم مع تلقي خمسة عشر مليون شخص الجرعة الأولى في منتصف شباط وبعدما بات ممكنا ملاحظة آثار الإغلاق وحملة التطعيم مع انخفاض أعداد الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات يأتي تخفيف ومراحل الوداع للفيروس الذي أدخل العالم في كابوس قاتل خطير يأتي في حسبان الخوف والحذر لكنه أيضا يأتي في بث أمل جديد للعالم بعودة البشرية إلى الحياة الطبيعية أمل تبدأ به بريطانيا بعد أن حفرت كلمة الإغلاقات في الأذهان ترجمة نانسي قنقر